أنت حاسس بحب الناس لك بالشكل الفضيع اللي أنا يعني الصراحة معجبة بيه جداً؟ الحمد لله توفيق ربنا الأول وحاسس بحب الناس فعلاً ليا وبركة دعاً لولدين أم دعيالي وأبو يدعيالي والحمد لله الحمد لله حبيبي الحمد لله استركون النهاردة الحبايب والقرايب والصحاب لما عارفوا النجاي الستوديو كنت ترش فيه الملح ما ينزلش حاجة حلوة الحمد لله وهم برضو ننورلنا شوية منهم زنقناهم كده حقتنا عشان إيه يوموا معانا في الحفل الحمد لله استركون انت غويت غنى من إمتى؟ غويت الغنى من إمتى؟ من وانا عندي حوالي بتاع ثمان سنين بالزبط يا سلام في طنطا في طنطا إزاي بقى أقول لي حكيني؟ أنا من طنطا من منطقة شعبية كنت بغني في حنن وبغني في الشارع أيوة بس إزاي عرفت إنك أنت بتغني حلو يعني صهل الكده وقول معايا أنا ما كنتش حاسة إن أنا يعني بغني حلوة للكلام ده بس إما غنيته الشارع بقى كل واحد يوقفني يقول لي صوتك حلو صوتك حلو صوتك حلو لحد ما قابلني الأستاذ صارع بسطار اللي هو جزوختي حليا المخرج والمنتج بتاعي قابلني قال لي صوتك حلو يا رضا ما كنتش نسا تعرفه خالص صوتك حلو يا رضا وكده فقلت له مش مكتنع يعني فقلت أبتعلى بس كل الشكر والتقدير لي الحمد لله خدني و يوم ما قابلك قابلك كنت بتغني فكر فين المكان فرح يوم ما قابلني كنت قدام البيت بلعب بلي في الشارع أو الله بلعب بلي في الشارع فعادت علي غنيت رح جاي مديني عشرة جنيه معرفوش دني عشرة جنيه احنا في الثمان سنين لسه آه كان لسه كنت رسل صغير أوكي فقلتني ايه يا رضا وبتهيح لا الأول خدت العشرة جنيه كده خدت العشرة جنيه كانت عشرة جنيه بقى آه طبعا خدت العشرة جنيه وصبته ومشيت آه قابلني تاني لأنه كان ساكن ورانا آه أنا قلت هتاخد العشرة جنيه تجري تجيب بيها بيلي خلاص بقى طيب ماشي فطبعا كان الحالة المادية برضو كان على قدها وما كانش يعني أيوه عادي فالحمد لله لقيت طار عبسة طار عمل الشريط خدني الأول حفزني الأغاني غنيت زمن الوحوش الأول جديدة بقى آه زمن الوحوش انت كنت بتغني كل اللي انت سامعه في الأفراح والحنان في الأفراح كده قبل ما عمل الشريط آه كنت بغني في الحنان برضو آه وفي الأفراح آه بس أفراح شارع بقى حنى هنا حنى هنا كده آه كنت بتغني المين وانت صغير كنت بغني لرمضان البرنس آه الله يرحم الله يرحمه آه وأنا من عشاء جورج الله آه آه أسمع رمضان البرنس اللي يرحمه آه أقول نفسي أوصل لكده آه فهمني ما كنتش لسه برضو كنت لسه عائل صغية آه فنرجع لأستاذ طار عبسة طار آه حفضك زمن الوحوش زمن الوحوش تمام آه عملت شريط كامل آه عملت زمن الوحوش وغنيت حجل جورج وصوف آه ناري ولافت قلبي آه وغنيت كان يا مكان آه وغنيت سيرة الحب الله آه في شريط آه 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 نزل ساعة المولد آه السادة البلوي عندنا هناك آه آه فأنا عملت الشريط وخلاص يعني أنا مش العائل صغير مش عارف بقى عارف آه عملت الشريط ونزلت العبط تاني آه عد أسبوع آه آه فجالي حد من الإسماعيلية آه آه طبعاً إحنا البيت عندنا دور قردي آه آه خبط على الشباك آه لولدتي آه ولولدي إحنا عايزين رضا وبتاعي وكده آه فقالت له أمي بقى قالت له أنت عايز رضا في إيه آه عايزه في شغل قالت له لا ما بغنيش آه كان الشريط بتاع زمن الوحوش كان مكسر الدنيا بره وأنا معرفش آه وأنا مش عارف حاجة وهي مش واصلها حاجة خارج مش واصلها حاجة آه فطبعاً الرجل المتاعيت دو قال لها بتاقتهايت آه وأنا هاخده بعربيتة وديه آه وأجيبولك لحدة عندي كاسة الكل داني آه من هنا بقى ابتدت الحكاية اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية تبدأ من 150 جنيه